موسيقى رياضي المفصلة من الميادين أهلا بكم إنجاز تاريخي حققه منتخب ويلز بالتأهل إلى دور الثاني من كأس أوروبا في أول مشاركة في تاريخه ضمن النهائيات فريق المدارب كريس كولمن بعث فرحة عارمة في نفوس مشجعي ويلز بعد فوزه الكبير على روسيا بثلاثية ويلز حققت انتصارها الثاني في المجموعة الثانية رفعت رصيدها إلى ست نقاط وتربعت على الصدارة بفريق نقطة على إنجلترا التي ضمنت التأهل إلى دور المقبل بعد تعادلها السلبي مع سلوفاكيا الأنظار ستكون مشدود اليوم لمنافسات المجموعة الثالثة في كأس أوروبا ألمانيا ستواجه إرلندا الشمالية وعينها على النقاط الثلاث لأن أي دعسة ناقصة قد تطيحها خارج البطولة بطلة العالم تتصدر المجموعة مع أربع نقاط وتتفوق بفريق الأهداف فقط على بولندا التي ستواجه أوكرانيا متذيلة المجموعة من دون رصيد فيما تملك إرلندا ثلاثة نقاط وفوزها على ألمانيا سيضعها في الدور الثاني المجموعة الرابعة ستشهد مباراة قوية ستجمع إسبانيا المتأهلة مع ثاني المجموعة كرواتيا خسارة كرواتيا قد تعرضها للخروج من الدور الأول في حال فوز تشيكيا على تركيا بفريق هدفين مواجهة أوكرانيا مع بولندا ستكون الأخيرة للمدرب ميخايلو فامينكو مع منتخب بلاده ومساعده أندري تشيفتشينكو قد يكون البديل المدرب الأوكراني يعتبر أنه فشل في مهمته خلال بطولة بعد خروج الأصفر والأزرق من الدور الأول لبطولة أوروبا فامينكو عزى النتائج السلبية لمنتخبه إلى الخلافات التي نشبت بين اللاعبين خلال الدور المحلي وتحديدا بين لعب شاختار تاراس ستيبانينكو وأندري يارمولينكو نجمي ديناموكياذ للمرة الأولى في تاريخ اليورو الاتحاد الأوروبي لكرات القدم يقرر تغيير الكرة الرسمية المعتمدة ابتداء من الدور الثاني وفا قرر الاستغناء عن جميع الكرات التي استخدمت في الدور الأول بعد أن ثقبت بل ثقبت أحد الكرات خلال مواجهة فرنسا وسويسرا الاتحاد الأوروبي طلب من الشركة المصنعة تصنيع كرات جديدة بشكل سريع قبل انطلاق مباريات دور 16 نهاية الأسبوع الحالي حلويات خاصة بكرة القدم في مدينة ميونيخ الألمانية تزامنا مع بطولة أوروبا ودعما لمنتخب الناسشنال منشافت أحد المتاجر البفارية أخذ على عتقه صناعة قوالب حلوة خاصة باليورو أطهات الألمان تفنن في صناعة مجسمات للاعبين يتمركزون داخل مستطيل حلوة أخضر خطوة المتجر المحلي لقت رواجا كبيرا عند سكان ميونيخ حيث تتهافت يوميا أعداد كبيرة من المرة إما لشراء قوالب الحلوة أو لإلقاء النظار عليها ريال مدريد يحدد سعر ألفارو مورات بـ 75 مليون يورو في حال قرر الفريق الملكي استعادة اللاعب من يوفنتوس ثم بيعه الفريق الملكي يراقب تطور المهاجم الشاب مع منتخب أسبانيا في بطولة أوروبا فلورنتينو باراث يدرس إمكانية استعادة لعبه السابق من يوفنتوس مقابل 35 مليون يورو ومن ثم بيعه بمبلغ ضخم في حال عدم دخوله في حسابات المدرب الفرنسي زيندين زيدان قبل استكمال النشرة نتوقف مع جولة صحفية وعبيد ذوادي إليك عبير شكرا لك أماني وأهلا بكم إلى جولة الصحفة الزحافة الإنجليزية مستاءة من سقوط منتخب الأسود الثلاثة في فخ التعادل السلبي مع سلوفاكيا والتنحي عن صدارة المجموعة الأوروبية الثانية صحفة ميرر كتبت المركز الثاني في المجموعة إنجلترا تفرط في الصدارة وتتجاهل سهولة المجموعة بعد مقامرة هوتسون بالتشكيلة اليوميات الإنجليزية تغنت بالمردود الذي قدمه المنتخب لويزي وكتبت لويز في الصدارة بعد تجانس ثنائي رامسي وبيل نبقى مع الصحف الإنجليزية ومع الديلي ستار ويز تمتع الجميع وتحصل على الجائزة الكبرى ظهور سيء لمنتخب إنجلترا أمام سلوفاكيا ينتهي بالتعادل السلبي وخسارة الصدارة في الصحفة الإسبانية صحيفة ماركا مشوار جديد لإسبانيا يبدأ أمام كرواتيا في اليورو إسبانيا تحتاج إلى الفوز حتى تتفادم مواجهة إيطاليا في الدور الثاني بيدرو يؤكد صعوبة المباراة أمام كرواتيا وبالي يتصدر هدفي اليورو بوكبا لا يريد أن يصطف أحدا ليكون موجودا في الريال ننتقل إلى الأقلام الإيطالية ومع لجزة ديلو سبورت عنوانات بوكبا يرحل عن اليوفي رايولا يؤكد أن مفاوضات الريال حقيقية وفلورنتينو بيراث يريد استعادة موراتا الانترجاد بشأن التعاقد مع بيراردي الراء علي برون جيمس يعيد كتابة تاريخ الأم بيئي هكذا مشاهدين وصلنا إلى نهاية جولة عبر الصحف والآن عود إلى أماني لاستكمال بقية النشرة شكرا لك يا عبير الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا المئوية حلم يراود أبناء العمسام خلال مواجهة الأرجنتين في مدينة هيوستن أمريكا تنشد استغلال عملي الأرض والجمهور عند مواجهة أحد أفضل منتخبات العالم رجال المدارب يورغين كلينسمان متحفزون لإيقاف زحف كتيبة التانجو وعلى رأسهم ليون المسي المدارب الألماني أثنى على أداء قائد الأرجنتين وأكد صعوبة إيقافه بدوره يأمل الألب سلستي مواصلة عروضه القوية في البطولة ومواصلة حلم التتويج باللقب العشر الأرجنتين تتسلح بقوة خط الهجوم المتمثل في سرخيو أغويرو وغونزالو إيقويين وأنخل ديماريا ضفة إلى السحر ميسي رسميا تتتي مداربا لمنتخب البرازيل وأولى مهماته قيادة بلاده إلى كأس العالم الوافد الجديد يعي الواقع الصعبة لأبناء السنبا بعد احتلال المركز السادسي في مجموعة أمريكا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم مركز لا يسمح بالوصول إلى روسيا عام 2018 لذا سيعمل مدارب كورينثيانز السابق لحجز بطاقة مؤهلة الاستحقاق الأول لصاحب الخمسة والخمسين عاما سيكون في أيلول سبتمبر المقبل حين يواجه كل من الإيكوادور وكولومبيا ينتظر محبو السينيما في إسبانيا وصول فيلم بيلي تحت عنوان ولادة أسطورة في شهر أب أغسطس المقبل جوانب عديدة يسلط العمل الضوء عليها من حياة من أعطى الكثير للكرة البرازيلية نستعرضها في هذا التقرير بين هذه البيوت في مدينة تريس كوراساوس أو ثلاثة قلوب أنضى بلي سنوات الطفولة والمراهقة من الأزقة الأكثر فقرا بدأ الأخوان جيف ومايكل منتجا الفيلم إظهار الجانب المعيشي لمن خطف أنفاس محبي كرة القدم مهارات فريدة من نوعها عبر عنها الأسطورة البرازيلية في الأحياء والشوارع عبر تمثيل المشهد وتصويره بجودة عالية مع التركيز على لعبه من دون حذاء رياضي لأنه لم يكن يملك المال الكافي لشرائه والده كان من أشد المتحمسين لاحترافه كرة القدم لأنها تمثل وسيلة لإنقاذ العائلة من جحيم الحاجة ولسيما أن الوالد كان يعمل في تنظيف الحمامات والوالد في المجال نفسه لدى أحد العائلات النص يركز على تصميم بلاي إلى حين تحقيق هدفه ففي عام 1950 كان يبلغ من العمر عشرة أعوام شاهد يوم ذاك الخسارة القاسية لأبناء السامبا في نهائي كأس العالم أمام الأوروغواي فوعد والده بأهداء البرازيل لقب المونديال المخرج صلت الضوء على ألم فراق العائلة حين انضم إلى نادي سانتوس عن عمري 15 عاما وهناك قاد الفريق إلى التتويج بسداسية الدوري المحلي إلى جانب لقبي كوبا لبرتادورس إزاء زحمة الكؤوس في خزائن النادي وضع بيلي بصماته على كأس العالم بأحرازه ثلاثية عالمية مع البرازيل جعلت اسمه على كل لسان على وجه الكرة الأرضية إنجازاته مع المنتخب أكسبته شهرة واسعة لكنه لم ينسى يوما أنه خرج من منزل قد يكون الأفقر في العالم عاد فريق كفاليرز إلى مدينة كليفلاند حاملا معه كأس أم بأي وسط انتظار المئات في المطار الجمهور هتف باسم لبران جيمس أفضل لاعب في النهائي وهو من وعد بإحراز اللقب قبل موسمين محبو الملك رفقوه على طول الطريق المؤدي إلى منزله حاملين لافتات كتب عليها الحلم تحول إلى حقيقة وهو ما صرح به جيمس بعد لقاء نهائي عشق كليفلاند على موعد مع تحية نجومه عندما تجول حافلة الفريق في وسط المدينة يوم الأربعة بات ريال مدريد على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب دور الإسباني لكرة السلة على حساب منافسه اللدود برشلونة الملكي حسم الفوز في المواجهة الثالثة ليتقدم بالسلسلات المؤلفة من خمس مواجهات بانتصارين مقابل واحد الصحافة الكتالونية شنت هجوما عنيفا على أداء البرشا في ظل الاستسلام التام أمام نجوم الريال وعلى رأسهم سرخيولول هدفوا اللقاء بـ 21 نقطة 12 ألف متفرج كانوا شاهدين على فوز الملكي بـ 17 نقطة في مواجهة استضافها قصر الرياضة في مدريد المباراة الرابعة قد تكون النهائية في حال فاز أبناء العاصمة الإسبانية ليحافظوا على اللقب للموسم الثاني توليا مكافحة أفة المناشطات دخلت فصلا جديدا وهذه المرة من الأراضي الإسبانية فقد دهمت شرطة إقليم كتالونيا فندقا يقيم فيه المدرب الصوملي جاما أدن وألقت القبض عليه بتهمة بيع المناشطات لثلاثين رياضيا من مختلف الجنسيات بينهم باطلة العالم لمسبقة الـ 1500 متر جينيسي بي دي بابا الاعتقال طول أحد المعالجين الذي يحمل الجنسيات المغربية من دون ذكر اسمه هذا وأوقفت الشرطة لحصص التدريبية للرياضيين المتوارطين بانتظار الكشف عن نتائج فحص المناشطات تحت إشراف الاتحاد الدولي لألعاب القوى اجتماع استثنائي للجنة الأولمبية الدولية لمناقشة مسألة السماح للعدائين الروس من غير المتوارطين في فضيحة المناشطات بالمشاركة في أولمبيادريو المسؤولون الأولمبيون اجتمعوا في مدينة لوزان سويسرية بدعوة من رئيس لجنة الأولمبية توماس باخ بعد أربعة أيام على قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى ابقاء الحظر على روسيا رئيس اللجنة الأولمبياد الروسية أليكساندر زوكوف تقدم بطلب رسمي للفصل بين العدائين المتوارطين وباقي الرياضيين وأكد فيقته بصدور قرار يسمح للرياضيين الروس بالمشاركة في العرس الأولمبي مع هذا الخبر نختم رياضية مفصلة للمزيد الميادين دوت نت وأيضا ميادين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة